موسيقى 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 انا نعيم من قناة نيمو الفيديو تبعنا اليوم بيحكي عن الصور التشفيقي نزلت ب 17 2020 عن السيزن ثاني شابتر 2 اذا انت اول مرة عندي تشاهد الفيديو على القناة ياريت تشرك فعل زر الجرس و اذا عندي بالقناة حط لايك على الفيديو وتكون ساعدتني كثير مشان يوصل الفيديو لأكبر عدد من الناس و مشاهدة ممتعة موسيقى 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 حتى نكون متفقين ببداية الفيديو هلأ هاي الصورة بهاي الدقيق انا عم بعمل مونتاج لهذا الفيديو بدي ارفع على اليوتيوب نزلت هاي الصورة التشويقية اللي ظاهرة امامكم في عليها وش مغبش مو ظاهر شو هو وصلها نلودنج ل 65% يعني كل ما انا عم ينزلوا التسريبات وتم كتابة على هاي الصورة انه FNH202S02 يعني FNH2S02S02 يعني المصدر متل مشايفين الترجمة تحد يعني FNH202S02S02 مو بين المصدر فهلا هلأ هاي اللي يشفوا الشغلة وشغلة وحدة وحدة اللي فهمتو من هاي الصورة متل مشايفين فيها رم لاح ينزل بلعبة FNH وفي شغلة تانية موسيقى قارب متل مظاهر امامكم هذا القارب لاح ينزل كمان فFNH بس مو معروف شو هو او اليخت يعني بنقال عليه بس اللي انا فهمته انه هذا الهرم اللي هو متعلق بسكن اورو متل ما عملت بحث على اليوتيوب انه هذا الهرم من الاسطورة او من الشغلة يلي صارت الاغريقية او اليونانية اللي هو هذا الملك بيلمس كل شي بيتحول على الذهب وخلينا نكتورة تشويقية اللي هي متل مظاهرة امامكن عبارة عن خلفية سودا وعليها ايد ذهبية اللي هي نزلت قبل بيومين ما فيش جديد فيها غير مكتوب تاريخ عشرين اتنين الفين وعشرين اللي عجناب يلي هو تاريخ الايفنت يلي اللي حيبلش فيه السيزون التاني يلي هو موافق يوم الخميس بعدا منا نزلت صورة تانية اللي هي صورة عبارة عن ويش ابيض ومنتور منه او متناسر منه متل صورة ويش باين متل صورة ويش شركة فورتنايت عملت هاي القصة انه على اساس متل بازل انك انت بدك تركبها فانا جمعت هدول قطع كلها مع بعض وحطيتها على اللوغو الابيض الفارغ هاد فطلع امامنا ويش سكيراتوم يلي هو ويش جمجمة تقريبا او قناع شبيه لويش الجمجمة هاد الشي بدل على انه تقريبا قريب سكن اورو وقريب سكن تاني ينظر امامكم بالشاشة ينزل بالايتم شب من اربع شهور تقريبا او من طلب تشهور هادا السكن انا من اول ما شفت طوال ما رتحت له فعلا ما رتحت له سكن سايل كتير ما حبيته هادا السكن اللي ينزل اله علاقة باللودنج سكنيين ولو علاقة بالسيزون تاني تقريبا متل ما احنا شفنا فانا اسقصت هدول البازل وجمعتم مع بعض وحطيتم بهذا الغلاف الفارغ الأبيض فطلع معنا هذا الوش هذا الوش بشبه كتير كتير للسكن الزاهر امامكم ينزل بالايتم شوب فانحنا اذا بنزبط المعلومات كله مع بعض ونجمع مع بعض بيطلع منا صورة اللودنج سكرين اللودنج سكرين متل مظاهرة امامكم عبارة عن عدة شاشات وهذا السكن واقف عم يتفرج على الشاشة بهاي الشاشة احنا طلعنا منه كتير اشياء كتير منه اول شي الاسكن يلي هو تبع السيربي يلي سكن كبير ضخم كان نزل بالايتم شوب بعض منه في فترة ومنه الحقيبة السرية تبع السكن الاخير او السكن المخفي عفوا والتمويهات وطلع منه كتير معلومات بس اهم معلومة طلعنا منه انه هذا السكن اعج وات منطقة هايدرا يلي هي الابو اللي ظاهر امامكم بالشاشة يلي هو هذا الابو اللي حيفتح بالسيزون 2 متل ما كل الناس حكد وليح اتفعنا كل لاتنا انه هذا الابو اله علاقة كبيرة بالسيزون الثاني ومشان هيك لحنا مش هننربط الاحداث اكتر يلي هو دونالد ماسترد دونالد ماسترد هو كاتب قصة فورتنايت هذا الشخص كل فترة او كل افنت بيغير الموقع تبعه لقصة يعني متل شون بيقلكم متل تشويق هلا هو متل مظاهر امامكم اللوكيشن او المكار ام غير اسمه لاسم منطقة القبو يلي هي ظاهرة هون امامكم هذا الابو اسمه ريديكايتيد اسمه هيك تقريبا هاي المنطقة اللي هي منطقة الهايدرة 16 اللي هي منطقة الابو غير اسمه لاسم هاي المنطقة هذا الزلمة او هذا الشخص كل ما يغير اسمه بيكون في حدث جاي او تشويق جاي متل نهاية الاند جيم اللي خلصنا فيه الشابتر اول وصارت فيه ثقب الاسود غير منطقته لمنطقة اسمه The End او النهاية يعني نهايته القصة بعدين فعلا صارت نهاية القصة هذا الشخص اللي هو عميكتب قصة فورتنايت هدول الصور اللي نزلوا اليوم بتاريخ 17 نزل معهم كلام مشفر هذا الكلام اللي مشفر مو مكتوب اي شي ومو ظاهر عليه اي شي غير ظاهر عليها انه تم قطع الاتصال والتداخل يعني دخل كانوا اتنين عم يتصلوا ببعض ودخل عليهم اتصال ثالث اللي هو قطع الاتصال او فصل الاتصال بيناتهم فهذا الشي بنفهم انه فيه طرف ثالث او فيه شي ثالث اللي حيصير لحنا ما منعرفه متل مو شايفين هاي الصورة لهذا الاسكن واقف جواة الابو عم يتطلع على الشاشة تبع شاشة السيكوريتي او الكاميرات المرائبة تبع الابو هو يمركز على هاي المنطقة فهاي المنطقة اللي حيصير فيه الحدث اللي كبير او اللي حتكون بداية السيزون من هاي المنطقة لانه دونالد ماستر اللي هو كاتب قصة فورتنايت غير موقعه لهاي الموقع فهذا الموقع مهم كتير بالسيزون الثاني تالي شي معنا اللي هو هاي الصورة هاي الصورة زهر الاماكن بالعالم وين طلع فيه اعلانات الفيديو متل اللي طلع بمحطة المترو هاي الصورة كل مكان الى رقم فيه رقم اتصل عليه ناس اللي هو رقم الماني لما تتصل عليه بيعطيك او واحدة بتحكي دي سري جي فور اف تو هدول عبارة عن رموز لاماكن موجودة بالماب متل مظاهر امامكم هاي الماب الاربع الثلاث اماكن هدول ظاهرين امامكم محدد عليهم هدول اماكن اللي حيصير فيهم شي وحيصير فيهم حداث بتعلق للسيزون الثاني وكمان في معنى اللي هي هاي الصورة هاي الصورة كل يوم عن يوم عم يزيد الاشياء الدهبية بالماب اليوم زادت معنى الطابعة وزاد معنى الكرسي الدهبي كل يوم عن يوم عم يزيد الاشياء الدهبية كل يوم عن يوم عم تتحول الاشياء اللي كنت تتكسرها تعطيك خشب او تعطيك حجر عم تتحول لحد الا دهب وهي دهب لما تكسره عم يعطيك حديد لحد الان صار عم يتكسر وعم يعطيك حديد كل يوم يزيد الأشياء ويزيد الأشياء اللي يتحولوا على ذهبي فهذا الشيء ما نعناه هو أنه سكن أورو له علاقة بالموضوع وهذا لحد الآن نحن متفقين على أنه سيزون تاني سيكون فيه ذهب سيكون فيه أشياء كتير ذهبية وربما موارد ذهبية وربما أي شيء ذهبي سينزل شيء جديد اليوم هاي كل شيء نحن عندنا جديد كل شيء جديد صار اليوم تاريخ 17 مع الصورتين اللي نزلوا مثل ما فهمنا أنه هذا اللي سكن إلو علاقة وهذا اللي سكن جواتها المنطقة أكثر شيء بهمنا اليوم بهذا الشيء اللي صار أنه هذا اللي سكن إلو علاقة بالسيزون التاني وهي المنطقة لح يكون فيه حدث كبير مثل ما حقوا بالفيديو اللي بمحطة المترو ببرازيل أنه تم الحصول على بطاقة المرور للخزنة والخزنة موجودة بهاي المنطقة مثل ما حكينا وهي كل شيء معنا لليوم أصدقائي ياريت إذا عجبك الفيديو حط لايك عليه واشترك بالصفحة وفعل زر الجرس ولا تنسوا الجيفاوي اللي أنا عامله على الفيديو الأديم لاحطوا لكم الرابط وطاحت بالدسكريبشن شارك فيه وربما يكون السيزون التاني من مصيبك من قناتي وشكرا على المشاهد إذا كمت المقتلة الآخر وبرعايت الله موسيقى موسيقى